مبدئيا يا أصدقاء كلما كان تكويد الموقع أفضل وهيكلة الموقع أفضل نسبة قبولك على منصة AdSense أسرع وأقوى وأيضا عمر الدومين عامل مساعد لحتى يتم قبولك بشكل سريع اليوم يا أصدقاء رح أتكلم عن أحدث نسخة من سكريبت اختصار الروابط هذا السكريبت مميز جدا وخلونا في البداية نشوف إحصائية هذا الدومين الخاص فيه أول شي عندي نطاق تقييم النطاق 6 زائد 1 المجالات المرجعية 37 الروابط الخلفية 28 ألف هذا شيء مميز بالنسبة لسكريبت ما تم طرح أي مقالة فيه هذا هو السكريبت تختصر الرابط أنا أحصد على باكلينك وأنت تحصد على حجم زيارات عبر الرابط المختصر صراحة يستحق التجربة لكن إذا تم تكويده بالطريقة الصح وعمل صفحات المطلوبة لشروط منصة أدسينس من اتصال بنا سياسة الخصوصية فأكيد وعمر الدومين عام المفارق لحتى تحصد على قبول سريع في المنصة قبل ما أبدأ حلقتي يا أصدقاء أتمنى الاشتراك على قناتي وصفحتي حكم وأتمنى تفعيل زر الجرس لحتى تعم الفائدة للجميع اليوم يا أصدقاء راح نركب أحدث نسخة واللي هي النسخة النهائية مثل ما أنتوا شايفين هذه النسخة مميزة جدا حيث يتم إضافة اسم الدومين الخاص فيك بطريقة احترافية زي ما أنتوا شايفين يعني لو نزلت للأسفل اسم الدومين مميز واحترافي وفيها عدة مزايا رائعة لوحة القيادة الصفحة الحيوية رموز الاستجابة في داخل هذا السكريبت إحصائية رهيبة قنوات روابط الروابط المؤرشفة الروابط المنتهية الصلاحية صراحة يستحق التجربة وخلونا أول شي نبدأ في التركيب لحتى تعم الفائدة للجميع راح أتوجه على النظر عامة أستخدم استضافة هوستنجر مدير الملفات ورح أقوم بمسح الملفات بالكامل لحتى تركب السكريبت بالطريقة الصحة والبسيطة مسح كامل راح أرفع الملف الموجود على سطح المكتب ننتظر مدة دقيقة لحد ما يرفع الملف بشكل كامل مبدئيا يا أصدقاء إذا أنت كنت بدك تعمل مشروع موقع اختصار روابط تشتري دومين قريب جدا لأقوى موقع اختصار روابط .com.net.rb أي دومين المهم يكون دومين مميز قريب لموقع قوي جدا لو أخذنا الكلمة هذه البحثية وبحثنا عنها هذا الدومين معروف على مستوى العالم من ناحية الهيكلة والتكويد ودومين أيضا يعني موقع رائع جدا وضخم على مستوى فأنا قمت بشراء نفس الدومين وتصدرت بالطريقة هاي صراحة يعني شيء مميز لحتى تكتسب بعض الخبرات في تصدر كلمات البحث لو أخذت هذه الكلمة البحثية رح أشوف الدومين عندي متصدر حجم الزيارات ممتاز وأيضا أرباح منصة AdSense ممتازة جدا بعد ما تم رفع الملف يا أصدقاء أقوم بفك الضغط عن الملف بالطريقة هاي بعدين يا أصدقاء أتوجه للملف بالداخل وأنقل كافة الملفات الموجودة لصفحة الموقع الرئيسية أنا بدي أحاول أشرح العملية بشكل بطيء لحتى تعم الفائدة للجميع تم نقل الملفات بالكامل الآن يا أصدقاء هذا موقع جديد رح أنتقل للصفحة الرئيسية رح يعطيني هذه اللوحة PHP والأمور هذه بالطريقة هاي Next يطلب مني كود تفعيل أول إشي رح أتوجه على الملفات ورح أتوجه على ومن ثم رح أنزل للأسفل للأسفل هذا هو كود التفعيل هذا كود تفعيل مدى الحياة نضعه بالشكل هذا Next تم تفعيل الموقع بالنسخة المدفوعة الآن رح نضع هان اللي هي يوزر نيم وقاعدة البيانات بشكل مميز توجه ننشئ قاعدة بيانات هذا بسورد القاعدة ويوزر نيم القاعدة نضع البسورد ونأخذ اليوزر نيم ونضع هانا النيم القاعدة ونكتب الكلمة هذه في الخانة هان ثم ثم نكتب الكلمة الآن يطلب مني الهود ايميل الادمن واسم الادمن ثم يطلب مني البسورد ثم نكتب الكلمة الآن هذه معلومات لوحة التحكم الخاصة فيك أصبح الموقع جاهز كامل متكامل موقع اختصار روابط رهيب جدا أضاف الدومين في داخل الصفحة الرئيسية الآن يا أصدقاء مش شرط قبول موقعك أو دومينك بعدة صفحات احتمال يكون تكويد صفحة واحدة ببرمجة خاصة بشكل احترافي جدا تحصد على قبول سريع جدا واحتمال هذا السكريبت يجيب قبول للبعض والبعض ما يجيب قبول لكن صراحة يعتمد واحد على عمر الدومين وأيضا على تكويد الصفحة الرئيسية من ناحية الصفحات الاتصال بينها سياسة الخصوصية والأمور هذه المهمة جدا الآن سجل دخول هذه لوحة العضو هذه لوحة العضو راح نتوجه على لوحة الادمن الرئيسية نعمل ترجمة بسيطة نعمل ترجمة بسيطة بوجه لمصدر غير معروف وفي ناس بلغت عن الرابط هنا بجيك الناس اللي مجهول المصدر عندك هنا الخانة الثانية اللي هي خانة المستخدمين جميع المستخدمين زي ما انتوا شايفين هذا حسابي أنا طبعا تقدر تفتح مزايا الصفحة الرئيسية لكل الزوار وأيضا تقدر تسمح لقسم المدفوة يعني لا المشتركي بعد ما ينشط موقعك ويسي عليه حجم زيارات ممتاز تقدر تعمل اشتراك لكن المميز في اختصار الروابط والميزة الرهيبة جدا في هذا السكريبت أنا بدي اختصر هذا الرابط أنا بالطريقة هذه حصلت على باك لينيك للموقع المختصر ورح يتقرشف في منصة جوجل وأيضا يعطيك كود كيو آر إل هذا كود مميز جدا لحد ما اي شخص بدي يختصر اي رابط لو اخذنا الرابط وبسقناه نشوف العملية نجحت هذا الرابط المختصر بالطريقة هذه يا أصدقاء تم التحويل الآن في قسم للعضويات والتخطيط العضويات والخطط تقدر تضيف أي خطة مثلا ان شهر الموقع عندك بدك تعمل اشتراكات شهرية تقدر تعمل اشتراكات شهرية طبعا التحويل عن طريق البيبال أو الفيزا كارت عندك هنا الصفحات جميع الصفحات والسيرة الذاتية المدونة تقدر اضيف مقالات بالصفحة الرئيسية وهذه ميزة رهيبة جدا أساسا مش موجودة في الموقع عندي أو السكريبت المركبة على الدومين الخاص فيها هذه ميزة مميزة جدا الصفحات تقدر تضيف صفحة الاتصال بنا والخصوصية والسياسة الخصوصية والصفحات المهمة جدا الشركات التابعة الاعلانات تقدر تضيف الاعلانات خاصة كود ادسينس واعلانات ادسينس بالطريقة هذه البسيطة في عندنا هان المواضيع واللي هو شكل شكل الموقع تقدر تفعل هذا الخيار فيصبح الموقع بشكل هذا من صراحة سكريبت يستحق التجربة رائع جدا بسيط مميز احترافي وقوي في عندنا الاعدادات اعدادات الشكل شوحة بيكون اللون الصفحة الرئيسية صورة المخصصة كلمات مفتاحية للصفحة الرئيسية صورة الموقع الافتراض اللي هي بتكون جانبية وهانا روابط القوائم مثل جوجل والامور هاي في عندك محرر ايضا تقدر تضيف اي كود برمجي بدك اياه عنا هان الشعارات نعم صراحة مميز هالسكريبت ورح اقوم بتغيير سكريبت موقع الى هذا السكريبت المكونات الاضافية جميع المكونات الاضافية في عندنا قسم الاعدادات العامة مثل اسم الدومين عنوان الموقع وصف الموقع وايضا الكلمات المفتاحية يعني صراحة كم جربت سكريبتات بتكويد مدفوع اول مرة اشوف سكريبت بالشكل هذا احترافي يعني تقدر تتصدر اي كلمة مفتاحية ان تبدك اياها لو انا مثلا هذه موقعي وهذه كلمة مفتاحية معروفة على مستوى اقدر اخذ هذه بالشكل هذا مش موجود في محرك البحث بالطريقة هذه هذا الدومين رح يتصدر او هذا الاسم رح يتصدر نقدر ناخذ الكلمات المفتاحية هاي او هاي زي ما انتو شايفين انا بحث عن الكلمة المفتاحية اللي بالرأس فهيا موقعي متصدر بالشكل هذا هذا شيء صراحة يستحق التجربة ناخذ الاسم دايما الاسم بنضيفه في رأس الوصف وهان كلمات مفتاحية عندك هنا ميزة الشعار مميز جدا للكلمات المفتاحية يعني لو اجينا على هذا الموقع وعملنا كلمات مفتاحية ولسقنا الكلمات المفتاحية مميز صراحة يستحق التجربة عندك هنا الشعار نقدر نختار الشعار اللي بدنا اياه مثال على هذا الشعار شعار الوضع الداكن اللي هو الشعار الابيض الرمز المفضل اللي هو الرمز الموجود هان نفس اعدادات القسم غاد المنطقة الزمنية خطوط جوجل اذا حبيت تستخدم خطوط صفحة الفيسبوك تويتر انستجرام ممتاز ممتاز حفظ نشوف الاعدادات الما بعدها هان اعادة توجيه اي مشكلة اعادة توجيه صفحة الصيانة قسم للصيانة اعدادات الروابط اعادة توجيه الروابط يعني اي شخص يعمل اختصار للرابط اه اه اطار او صفحة ووقت وكم طول الرابط يعني فيها مزايا صراحة تستحق التجربة وبيدي اترك السكريبت اسفل الفيديو لحتى انتو تكتشفوا كافة الميزات الرهيبة لهذا السكريبت فانا صراحة اتمنى التوفيق الوئلكم واعتدر جدا عن قلة النشر لكن بتعليقاتكم المميزة واستمراركم في قناتي هذا فخر كثير كبير الي اتشكركم جدا يسعد اوقاتكم الطيبة اشتركوا في القناة